موسيقى عشرات سهداء والجرحة بمجزرة المستشفى الميداني وسط قطاع غزة ومئة واثني عشر شهيدا وجريحا في خان يونس موسيقى وميليشي الحوثي تجدد عدوانها على مناطق سكانية غرب تعز بالقصف المدفعي والقنص موسيقى موسيقى وبعد توسيع الرحلات من مطار صنعار ميليشي تسير رحلة سرية إلى بيروت موسيقى وتتابعون في التاسعة أيضا رئيس مجلس القيادة يصل حضر موت في ثاني زيارة له إلى المحافظة وسط استياء واسع منذ إعلان التنازلات الاقتصادية موسيقى 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 نشرط الأخبار من قناة يامن شباب أهلا بكم البداية من آخر التطورات في ملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث استشد واصيب عشرات الفلسطينيين في مجزرة مروعة ارتكب الاحتلال الإسرائيلي بالمستشفى الميداني في مدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى في القطاع وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة باستهداف مدرسة خديجة في منطقة دير البلحة مشيرة إلى أن المدرسة هي نقطة طبية ومستشفى الميداني وأكدت الوزارة أن عدد ضحايا المجزرة الإسرائيلية بالمدرسة تجاوز ثلاثين شهداً وأكثر من مائة إصابة بينها حالات خطيرة كما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن من بين الشهداء خمسة عشر طفلاً وثمان وثمانونساً قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد ضحايا المجازر الإسرائيلية في خان يونس منذ صباح اليوم تجاوز مائة واثني عشر شهيداً وإصابة وأوضحت الوزارة أن المجازر الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد ثلاثة وعشرين فلسطينيين وإصابة تسعة وثمانين آخرين بينهم حالات خطيرة مشيرة لأنها رصدت أربع مجازر للاحتلال خلال يوم راح ضحيتها واحد وأربعون شهيداً ومائة وثلاث إصابات وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوزت تسعة وثلاثين ألفاً ومائتين وثمانية وخمسين شهيداً وتسعين ألفاً وخمسمائة وتسع وثمانين إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي كما أعظنت وزارة الصحة بغزة خروج عدد من المشافي والمراكز الصحية عن الخدمة وشيرة لأنه لم يعد بالإمكان إعادة تشغيل المستشفى الأوروبي في ظل زيادة المربعات التي يجبر الاحتلال ساكنيها على الإخلاء قصراً في جنوب القطاع الوزراء في تصريح صحفي لها أكدت خروج مركز بني سهيلة ومركز جورة اللوت ومركز عبسان ومركز القرارة بالإضافة لعدة نقاط طبية ميدانية وأحذرت من أن توسيع مناطق النزوح الإجباري ينبئ بأن الإخلاء قد يطال محيط مستشفى ناصر وهو المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل رغم كل التحديات ونخرجه عن الخدمة يعني الوصول إلى كارثة صحية محققة وجهت زوجة أسير فلسطيني أعتقله لاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وجهت مناشدة عبر قناة يمن شباب للصليب الأحمر الدولي والهيئة ذات العلاقة من أجل معرفة وضع زوجها وظروف أسره شرة إلى أنها لا تعلم مكان زوجها ولا يوجد لديها أي معلومات حولها خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة اعتقل للاحتلال الإسرائيلي الآلاف من سكان قطاع غزة وهناك كثير منهم مجهولون حتى الآن وموجودون في سجون سرية ولا يعرف أهلهم عن مصيرهم هذه الزوجة معتقل اعتقلوا لاحتلال خلال دخول الخليلس وتعرف شي عنه حمد للعسل تحكي ليش في قصة زوجك أنا زوجة الأسير محمد حسن خليل الدغمة احنا كنا هنا في المدارس خنيونس اعتقل زوجي عن طريق الحاجز هو كان شخص عادي ما فيش عليه أي إشي فأنا ماشي نويات وقعت إنا ندخل ففجأة من على الحاجز دخلت أنا قعدت أستنى تقريبا من ساعتين لأربع ساعات من الظهر للعصر وأنا أستنى فيه أقول لي عدو إيجا عدو إيجا عدو بس ما إيجا اعتقلت أني أستنى لها المغرب وكانت بتشتي وميتها مطر كنا في شهر واحد وستنيت على أساس يجي يجي الناس حقولي روحي على يد دير يد روحي على رفح اعتقلت أن أختي في الدير أني أروح على الدير على أساس أنه استنيت يوم يومين تلاتة قالوا لي على الفاضي يعني لسه ممكن يقعدوا على أساس 30 يوم استنيت 30 يوم برضو ما طلعش قالوا لي ممكن يطلع بعد 90 يوم بتاع تسعين يوم برضو ما طلعش اتطريت أني أستنى قالوا لي 3 شهور بعدين قالوا 4 شهور بعدين 5 شهور هيخلص الـ 6 شهور ولسه حتى الآن ما طلعش طيب كيف التواصل يعني؟ هل نشدت لجنة دولية لصليب الأحمر؟ صحيح قالوا لي إحنا منقدرش ندخل على مساجين غزة ممنوع الجيش الإسرائيلي منع أي واحد يتواصل مع مساجين غزة طب دونا معلومات دوني هما اسم مؤسسة أنه تواصل معاها برضو اسمها مؤسسة شكاوي حكولي توصلت معاها على الفاضي برضو المؤسسة ما أعطتنيش أي معلومات اضطريت إنه تواصل مع مؤسسة تانية دوني أخبار عن زوجي برضو أنا زوجي بعتلي مرة واحدة بعد من حبس بشهر إنه مع أسير طلع في حكالي بسلم عليكم وأنا موجود في السجن كذا في القدس أول شي هو مكانوا في البركسات على الحدود في القدس حكالي اتواصلت معاها عتحسي ديني معلومات قل لي والله ما شفته غير لحظية مسافة لحظية وبنتقله من سجن لسجن من سجن لسجن وهي المعلومة هادة اللي بقدر كيف كانت صحته اللي شافه حل قال صحته جيدة لا والله أنا بتذكر إنه صحته كانت مش كويسة لأنه حكالي إنه رجله شفت رجله منفوخ هل قد بحكيله تبع لجوه إش هيك قالوا والله ما بعرف بس بوده على حكيم بس إيش ما إيش بعرفش لحتى الآن بعرفش عنه إشي كم مضى على اعتقاله يا الحبت الله خلصت ست شهور وبدأ في السابع من أقريبا هلقيت خلص ست شهور هو اعتقل في تسعة وعشرين واحد شو منشدتك أنت يعني المنظمات الدولية حول هذا؟ أنا بس عامل اللقاء هذا بس عشان شغلة واحدة إنه حد طلع من استجن شائف واحد اسمه محمد حسن خليلي الدغمة يعطيني معلومات إنه عايش يعني في وسيلة إنه أعرف إنه موجود ولا لا بس وبس شكرا الله يعني هذه العائلة واحدة من آلاف العائلة التي لا تعدري أين مصير أبناها وأين يتواجدون في هذه السجون الإسرائيلية السرية في ضل الحرب المستمرة ورفض الاحتلال للجلد الدولي للصريب الأحمر لقائي أسير محمد سليمان يمن شباب غزة فلسطين قالت حركة حماس الفلسطينية إن رئيس وزراء الاحتلال بن يامين نتنياهو يبرع في الكذب وأن الفلسطينيين لا يعبؤون بخطابه ذلك في تعليق لها حول أكاذبه أمام الكونغرس الأمريكي يقف نتنياهو مستمرة في حربين أقدرت سلفا للنصر فيتهرب من مصير المساءلة المحتامة فيوغل في سفك الدماء ثم يقف أمام أمريكا مدعيا براءته من القتل في رفح مكذبا ما شاهده العالم فيها وفي مجازر النصيرات يقف أمام مصطبة الكونغرس ويقول للعالم عيونكم تكذب أنا لم أفعل شيئا من ذلك ومن يتظهر مع غزة فهم يدمرون الحضارة ويقفون مع الشر ويقصد بالشر من يقف مع أصحاب الأرض والحق يبشر الأمريكيين بالنصر ويتشبث بهم مقدما نفسه مطابقا لسدد القرنين وأن بزواله سيهلك العالم والتحضر وأما العربان فيعدهم بتحويل أرضهم إلى واحة غنية يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الكيانو إلا سرابا يتغنى المتحضر نتنياهو الذي قتل وجرح ما يفوق المائة ألف مدنيين بالإزدهار والرخاء بعد كل ما اقترفه في حق الإنسانية وتلك العمر أوهام شيطانية وهو ما علق بجوهر التحضر الزيف والخداع والإجرام والسادية يتلاعب نتنياهو أمام الكونجرس ليؤكد على واحدية العلاقة بين الكيان وأمريكا ويطمئنهم بالانتصار ويتناسى سؤالهم الدائم أين هي مؤشرات الانتصار الذي تعدنا وتملينا منذ الثامن من أكتوبر فيدرك المشاهد أنه ماضي في أوهامه على جثث الأطفال لم يطلق أصحاب الضمائر الحية استقبال نتنياهو أمام الكونجرس فأسقط العالم الأمريكي مستبدلينه بالعالم الفلسطيني وهنا يلمزهم ويحذر منهم بنيامين متهما إرادتهم بتدمير أمريكا وموغلا في فحشه السياسي ليتهمهم بالولاء لإيران ظل الكيان وبجانبه العديد من الأنظمة تصدر صورة للشارع الغربي بأن حرس التحضر الأوحد هو الكيان الإسرائيلي حتى جاء الطوفان ليعرف النقيضان التحضر والإرهاب ويتفاجأ العالم في يوم الحقيقة الذي أعاد التعريفات فما كان التحضر إلا ظلما ودماء وما كان الإرهاب إلا حقا ومقاومة وفي الأراضي المحتلة أصيب عدد من المواطنين في مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس فيما شهدت مناطق في جنين ورمالة اقتحامات وحملات تفتيش واسعة أصيب شاب بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال في بلدة العيسوية أو العيسوية بالقدس كما اعتقل الاحتلال شابا بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة أثناء قيادته لمركبته في البلدة كما أصيب ستة مواطنين جراء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح في العيسوية وكانت قوات الاحتلال قد قامت بإطلاق النار واقتحام العيسوية ومدهمة المنازل واعتدت على السكان للضرب والاعتقال وحطمت النوافذ والأبواب وفي شأن المحلي وفي مقدمته تطورات العسكرية شنت ميليشيا الحوت الارهابية هاجمة بقذائف المدفعية ورصاص القنص على أعيان مدنية في الريف الغربي لمحافظة تعز في إطار تصعيدها المتواصل في المحافظة قل مصدر المحلي اليمن شباب أن الميليشيا تواصل فجر اليوم قصفا من فجر اليوم قصفا على مناطق أهلة بالسكان غربي مدينة تعز امتدادا لقصف في اليومين الماضيين على قريتي السائلة والصياحي من دبابتها المتمركزة في منطقة الربيع التابعة لمديرية التعزية وفي مقبنة برريف الغربي للمحافظة استهدفت ميليشيا الحوت بنيران القنص مدنيا أثناء ما كان يمارس أعمال رعي في منطقة المعراسة أصدر المحل ينقل إن المدني ويدعى قائد أحمد القحيف وهو في العقد الرابع من عمره أصيب بطلقة قناص الميليشيا يوم أمسى الجمعة امتدادا لانتهاكات الميليشيا وجرائمها بحق المدني بعد أسبوع من الغارات الإسرائيلية أفدت مصادر محلية بانفجار جديد في خزان للوقود بمنشآت النفط بميناء الحديدة وذكر المصدر أن الخزان رقم ثمانية وثلاثين انفجر صباح اليوم السبت وتصعدت منه ألسنة اللهب من جديد بعد يومين من إطفاء الحريق الناجم عن القصف وفي الرابع والعشرين من هذا الشهر انفجر الخزان رقم تسعة وثلاثين بسبب شدة الضغط وحرارة النيرة وكان القصف قد تسبب في تدمير ثمانية وعشرين خزان للوقود في الضربة التي شنها الكيان الصهيوني مساء يوم السبت الماضي بما فشلت ميليشيا الحوثي ولأيام عدة في السيطرة واحتواء الحرائق أصيب طفلاً وامرأة بجروحاً متفاوتاً جرى انفجار لغم أرضي زرعت ميليشيا الحوثي الرهبية في مدرية ميدي شمال محافظة حجة صدر محلية قالت لمن شباب أن لغم الحوثيان انفجر أثناء مرور حمار يمتطيه الطفل فيصل جعيدي ذو العشرة أعوام وفتاة في الأقل الثاني من عمرها أسفر عن إصابتها ونفوق الحمار في عزلة الجعدة بمدرية ميلي وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من استشهاد شاب بالثلاثين من عمره جرى انفجار لغم حوثي في عزلة بني حسن بمدرية عبس حذرت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن من مخاطر التوسع الحوطي في القرن الأفريقي كشفة عن مشروع بهذا الخصوص يديره الحرس الثوري الإيراني بتنسيكاً مع ميليشيا حزب الله اللبناني المنصة نشرت محاضرة سرية لاجتماعات ما يعرف بجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوطي وتتضمن أسماء القيادات التي أوكلت لها مهمة التوسع الخارجي في منطقة القرن الأفريقي وأشرت المنصة إلى إسناد مسؤولية مشروع التوسع الخارجي في القرن الأفريقي لعبد الواحد أبو راسو رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبد الحكيم الخيواني ووكيل الجهاز لقطاع العمليات الخارجية حسن الكحلاني أبو شهيد والمدعو الحسن المراني وأبو حيدر القحوم المنصة كشفت في تقريرها أن الميليشيا عبر القيادة فيها المدعو حسين العزي تعمل على إقامة علاقات استخباراتية وأمنية وسياسية ولوجستية مع الشخصيات والعناصر الموجودة والمقربة من الحوطيين في كل من أثيوبيا وإرتيريا وجبوتي وسودان وكينيا كما تعمل أيضاً على استخطاب أكبر قدر ممكن من الدبروماسيين في السفارة اليمنية في تلك الدول وقالت تقريرنا هذا المشروع يهدف إلى تحقيق مساعي إيران في التوسع في القارة الإفريقية السيطرة على ممارات الملاحة الدولية بعد ثلاثة أيام من دخول اتفاق ما يسمى بخفض التصعيد الاقتصادي ومنه الاتفاق على توسيع الرحلة الجوية عبر مطار صنع بالذريعة تقريف المعاناة الإنسانية كشفت مصادر مطلعة عن تسري ميليشيا الحوت الانقلابية رحلة إلى بيروت لم تكن مجدولة في مسار الرحلة التي أقلعت من مطار صنع إلى مطار الملك علياء في الأردن المصادر أوضحت أن الرحلة آي واي إي ستمائة وثلاثة وأربعين تابعة للخطوط الجوية اليمنية أقلعت من مطار الملك علياء الدولي في طريق عودتها إلى مطار صنع الدولي غير أنها سركت مسارا مختلفا وهبطت على مدرج استخدمه الحرس الثوري الإيراني بمطار رفيق الحرير الدولي في بيروت وقرت المصادر نفسها أن هذا الهبوط جاء بعد ساعة من وصول طائرة من العاصمة العراقية بغداد وضيفة أن الميليشيا أخفت رحلة العودة وبيانات الرحلة وطريقها في غضون هذا أفدت المصادر أن اثنين من ضباط الحرس الثوري الإيراني قدرها مطار صنع في رحلة الجمعة وبجوازات يمنية مزورة مزورة توفي أثنان من موظفي شركة بروجي سيستمزة بسبب معاناتهم مع المرض وتدهور وضعهم المعيشي منذ إغلاق ميليشيا الحوث الراهبية للشركة وقطع مرتبات موظفيها وقلت مصادر مطلعة لنا مدير قسم الكل سنتر نبيل الدهمي توفي يوم أمس بعد معاناة طويلة مع المرض وعدم تمكنه من الحصول على الأدوية اللازمة حيث ظل يعاني منذ يناير العام الماضي من ترد أوضاعه المعيشية التي زادت من معاناته خاصة بعد إيقاف ميليشيا الحوثي عمل الشركة والسطو عليها بقوة السلاح وجاءت وفاة الدهمي بعد أيام قليلة من وفاة مدير إدارة التدريب والتأهيل في الشركة محمد الحاج والذي عانى من ضغط نفسي ومدين شديدين بعد أكثر من عام ونصف على إغلاق الشركة وأشارت المصادر لأن تدهور الأوضاع المعيشية كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور الحالة الصحية للمتوفي نتيجة توقف مرتبات موظفي الشركة الذين لم يجدوا مدينة لأعمالهم منذ مطلع العام الماضي فيما لا يزال العديد من موظفي الشركة يعانون من تبعات الحياة المعيشية القاسية نشد نجل المختطة في سجود الحوثيين أحمد اليمن نشد الميليشيا برفع الظلم عن والده المخفي في سجونها منذ خمسين يوماً وقال خالد نجل الخبير في العمل الإنساني أن ميليشيا الحوثي اختطفت والده صبيحة يوم زفاف شقيقته الصغيرة ورهبت سيارته الشخصية والأجهزة الإلكترونية الخاصة بكافة أفراد الأسرة أضف في تدويناتنا له على منصة إكس أن الميليشيا لم تسمح لأسرته بزيارة والده والتواصل معه للاطمئنان على صحته وكانت ميليشيا الحوثي قد اختطفت خبير العمل الإنساني ضمن حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من وظفي المنظمات الإنسانية في يونيو المنصر وفي أب أخفت قيادات في ميليشيا الحوثي علاج مرضى السكر من مخازن مكتب الصحة في ظل شكاوى من المرضى نتيجة بيعه في الصيدليات الخاصة بحسب مصادر الطبية المصادر قررت أن علاج الأنسلين الخاصة بمرض السكر وأدوية أخرى مخصصة للأمراض المزمنة والمستعصية غير موجودة في مخازن مكتب الصحة وتتواجد في الصيدليات الخاصة التي تزودها الميليشيا بتلك العلاجات مقابل مبالغ مالية وتحدثت المصادر أن مكتب الصحة بمحافظة إبيتسلم كميات كبيرة مجانية مقدمة من المنظمات المانحة لإختفي بعد محاولة توزيع صورية وبعدها يتم بيع الدواء في الصيدليات الخاصة ويوزع للمقرم ومن لديه معرفة ووساطة لدى الجهات المختصة يظهر قادة الحوثي نزاهة وتشدقون بأخلاق كاذبة متدثرين بوعظ ديني زائف تحت ما يسمونه بالمسيرة القرآنية بينما يمارسون جرائم يتعفف الشيطان عن ارتكابها لطالما صدرت ميليشيا الحوثي منذ نشأتها ككيان عقائديا صورتها زعمة ارتباطها بالقرآن وتعاليمه وكثيرة هي خطابات وملازم قادة الميليشيا التي تتخذ من الدين مادة لتحقيق أهدافها وإقناع الناس بنهجها وطالما اتفقت في هذا النهج مع معظم الميليشيا الإرهابية في المنطقة غير أن الواقع الحقيقي للميليشيا وأتباعها صادم وباعث على الدهشة من مدى الانفصال التام بين ما تدعيه وما تفعله على أرض الواقع من جرائم أخلاقية لا يرتكبها سوى وحوشا بشرية انسلخت من كل القيم وأصبحت أسيرة لغرائزها ونزواتها الرخيصة قبل أيام صدم المجتمع اليمني بخبر قتل مواطن لزوجته وابنه ووالد زوجته وقيامه بقتل نفسه بعد ذلك وعند التساؤل عن السبب الذي قد يدفع شخصا لمثل هذا الأمر يتضح أن مشرفا حوثيا مارس على الرجل ضغوطا لإجباره على طلاق زوجته ليتمكن المشرف الحوثي من الزواج منها قبل هذه الحادثة كانت جريمة اغتصاب طفلتي جنات من قبل مشرف حوثي آخر تعصف بالصورة الإيمانية المزيفة التي تحاول الميليشيا ارتداءها ومع كل جريمة أخلاقية يثبت أن العباءة الإيمانية فضفاضة على الميليشيا الأقدر تاريخيا لا يتوقف الأمر عند هذه الجرائم بل يتعداها إلى جرائم أكبر وأخطر تمارسها الميليشيا بواسطة أجهزتها الأمنية كما حدث سابقا وما زال يحدث في صنعاء وغيرها من المحافظات الخاضعة للميليشيا عبر قيام قادة في الميليشيا بإلصاق تهمة ممارسة الدعارة بالكثير من الفتيات اليمنيات الطاهرات لإجبارهن على العمل معهم في مهام استخباراتية أو للضغط على أهالهن وأقاربهن وفوق ذلك يبرر ملف المخدرات والموسكرات كإحدى الرزايا الأخلاقية في ملف ميليشيا الحوثية الأسود كما تثبت التقارير الدولية أمام كل هذا الانحراف القيمية لا تخجل الميليشيا وقادتها من الحديث عن العقيدة الإيمانية والمبادئ القرآنية في محاولة فاشلة لتغطية وجهها الحقيقي كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة وميليشيا الحوثي الإنقلابية يدرسان تشكيل لجنة لمعالجة الانقسام الاقتصادي في اليمن ذلك من أجل البدء بتنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها في ديسمبر من العام الماضي المصادر قلت أن الأمم المتحدة والدول الرائعة للاتفاق المعلن الثلاثاء الماضي تبذل جهود حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والحوثيين والجلوس على طاولة حوار لحسم القضايا محور الخلاف بين الطرفين على ضوء خارطة الطريق وأشارت المصادر بحسب موقع العرب الجديد إلى قرب الاتفاق على بعض المحددات إنها تشكيل لجنة من الطرفين لبحث العديد من القضايا الاقتصادية محور الخلاف والتجاذبات بينهما وفي طليعتها ملف رواتب الموظفين المدنيين التي تواصل من الشرحوث قطعها منذ نحو سبع سنوات وبحسب المصادر نفسها فإن الجانبين يدرسان أيضا إعادة توحيد البنك المركزي اليمني تحت إدارة أو إدارة موحدة وتشغيله في دولة خارج اليمن كحل مؤقت وبإشراف من الأمم المتحدة وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليم إلى حضرموت في ثاني زيارة له إلى المحافظة منذ تشكيل البجلس الرئاسي وقلت مصادر الصحفية إن العليم وصل مساء اليوم إلى مدينة المكلة في حضرموت قادما من العاصمة السعودية الرياض أيضا استقبله محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي في مطار ريان مع عدد من المسؤولي وتأتي هذه الزيارة في ظل استياء وصخط وسعين من موقف مجلس القيادة الرئاسي إذا قررت البنك المركزي اليمني والتراجع عن تنفيذها في الوقت الذي يقول مراقبون إنها جاءت إرضاء من السعودية لتهديئة غضب اليمني ومحاولة إعادة مكانة العليم الذي فقد شعبية وكان مؤتمر حضرموت الجامع قد أعلن يوم أمس الجمعة أن زيارة العليم غير مرحب بها في ظل الأوضاع المتردية والتي تعيشها المحافظة خدميا ومعيشيا معبرا عن رفضه للزيارة حتى تنفيذ مطالب أبناء المحافظة وإعطاء حضرموت مكانتها المستحقة كشفت إحصائية دولية عن تسجيل أكثر من عشر حالة إصابة بشلل الأطفال في مناطق سيطرة بليشيا الحوت الرهابية في الأسبوع الماضي وقالت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال في تقريرها الأسبوعي بشأن فيروس شلل الأطفال الجديد إنه تم الإبلاغ عن إحدى عشرة حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال المشتقي من اللقاح من النمط الثاني في اليمن في الفترة من الثامن عشر وحتى الرابع والعشرين من يوليو الجاري وتم تسجيلها في الحديدة وعمران والبيضاء وتعز وذمار وتأتي الحالات المسجلة لشلل الأطفال ضمن 32 حالة حالة تم الإبلاؤ عنها في اليمن منذ مطلع العام الجاري وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تفشيا متصاعدا العديد من الأمراض والأوبئة التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بما فيها شلل الأطفال بسبب استمرار الميليشيا منع تنفيذ حملات التطعيم في مناطق سيطرتها في استمرار لإعلانات الرفض أكد شيخ قبائل مركز نوجد في محافظة أرخبيل سقطرة رفضهم لما يسمى بلجنة هيكلة القبائل والتي كلفها المحافظ رأفة الثقل والموالي للمجلس الانتقالي في إطار مخطط إماراتي لتفكيك قبائل الجزيرة وشدد شيخ في بيان على رفضهم التام لوصول أي لجنة إلى مناطقها وقالوا إن قبائلهم متماسكة ولا يوجد أي مبرر لتشكيل ما تسمى بلجنة الهيكلة القبائل أكدت أيضا أن حجة الهيكلة التي يعمل عليها المحافظة الثقل غير مقبولة ومرفوضة وأن القبائل متماسكة بالأطر القبالية السارية في الأرخبيل منذ الأجداد وتصل إمارات عبر أدواتها في الجزيرة إلى تفكيك القبائل واستبدال مشائخها ووجهائها بآخرين أموالين لها وهو ما ترفضه قبائل المحافظة جملة وتفصيلا أقام شباب منظمة الحزب الاشتراكي في تعز فعالية تكريم لأبطال مركز العقل الإبداعي المشاركين في البطولة العربية الخامسة عشر للروبوت خلال شهر أبريل الماضي في دولة الأردن والبطولة الوطنية في عدن خلال مارس وكان الطلاب المحتفى بهم قد حصلوا خلال مشاركتهم على المراكز الأولى في البطولتين الوطنية والعربية قال المسؤولون في مركز العقل لهم يحاولون نشر ثقافة الروبوتات والذكاء الاصطناعي والبرمجة لمؤكبة مهارات القرآن أو القرن الحادي معذرة لمهارات القرن الحادي والعشرين ونقل الشباب إلى مرحلة الابتكارات شاركنا في مجموعة من الطلاب في البطولة المحلية والبطولة في عدن وحصلت الطلاب على المركز الأول على المراكز المتقدمة أيضا كما شاركت طلاب نفس الطلاب في البطولة الدولية الخامسة عشر للريبوت والتي يقلمت في العاصمة الأردنية عمان وبفضل الله ومجهود الشباب ومجهود المبتكرين ويقوف بعض الدعمين بجريبنا استطاع الطلاب أنهم يحققوا المركز الرابع في البطولة فقعت هذه الفعالية تطويجا ومتكريما للقهود المبذولة للطلاب طبعا نحن في مركز العقل الإبداعي نحاول قدر الإمكان أن ننشر ثقافة الروبوتات ثقافة الذكاء الصناعي وثقافة البرمجة بحيث أن نجعل الشباب المتكرين على مواكبة في مهارات القرن الواحد والعشرين وننقلهم من مرحلة التعليم والممل إلى مرحلة التجديد والابتكارات شاركت في البطولة العربية الخامسة عشر للروبوت والذكاء الاصطناعي في المملكة الأوربينية الهاشمية استطعنا أن نحقق مراكز في أقامع الكروات في مركز رابع شاركت في البطولة العالمية للروبوت للروبوت والذكاء الاصطناعي شاركنا ضمن الفرق السموم تقدم والحمد لله استطعنا بتحقيق المراكز الأول والثاني والثالث والحمد لله مثلنا اليمن واخترعنا نظارة الذكية للمكفوفين والبيت الذكي في بها جميع الحساسات مثل حساس الحرائق اطفال الحرائق والمضخة إذن ونهاية النشر هذا تذكير بأبرز مجاة فيها عشرات شهداء والجرحى بمجزرة المستشفى الميداني وسط قطاع غزة ومئة واثني عشر شهيدا وجريحا في خانيونس وميليشيا الحوثي تجدد عدوانها على مناطق سكنية غرب تعز بالقصف المدفعي والقنص وتابعتم في التاسعة ايضا بعد توسيع الرحلات من مطار صنعاء الميليشيا تسير رحلة سرية الى بيرون رئيس مجلس القيادة يصل حضر موت في ثاني زيارة له الى المحافظة وسط استياء واسع منذ اعلان التنازلات الاقتصادية إذن كان هذا كل ما لدينا في نشرة التاسعة نشكركم على كرم المتابعة في المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة